السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب فيديو جديد وفكرة جديدة بإذن الله إلا عندك المقلة تثقيلة في الدار عند الكنز خليك مايلي لآخر تشفي أش ممكن نحضر بها فكرة غاتفيدك شعر الكريم بإذن الله متعددة تستعمالات مما تمشي فين ويلا هنبدأوا على بركة الله غير نبدأوا على بركة الله بالفكرة دينا كما كشفوا معي نحتاج واحد الكرسة ديال سميدة مملؤش بثاف كنوزعوا في هذه المقلة هذي تثقيلة سميدة كتستعملوا الغلي دولة رقيقة اللي متوفر عندكم وغا نحتاج واحد القطة ديال مادنوس نسبة لها الفكرة هذي اول حاجة كيكون هذي المادنوس مغسول ليلة كاملة وناشفيني مغسل تبقى فيه التقطرة ديال الماء وكان نغسوليه من هذي الجذور هذو اللي عندهم بثاف ديال استعمالات هذي تستعملوا تنستعملهم كتابين هذ قد ينضزواoles ا suppose سستعمل المادنوس قسمهو علي عادنا or kraft بتقطعوا بالطريقة التي يقتردو هذي ليس بشرط لديهم تكون قد قبل winner عاد With mi ل practice نحرك ديال عاد لنقطعه كامل على هذا الميده لنقطعه بالموس كيف يكون رباية نشف راه وخات قطعه وتحتفظ به يبقى معاكم باللون دياله انا هالطريقة اللي غندير رباية مجفف يعني كيبقى على طول السنه ويبقى خضر ومحافظ على اللون دياله وعنده بزادي الاستعمالات يعني في ما بغيتوك تحكو بحلو حزاتر يعني ساهل و سريع بالنسبة للسيداتها كلمة شيكو لما راكع قطعه ارباع او لما كيبقى وشها المجمد او كدلك بسرعة كده يليهم هدي فكرة عملية ودائما اللي غيكون عندك في البيت ديال كدابة بعد ما درسو في المقلاد ديالي غنجيبو فوق النار النار ما تخلي واشها كم جهده يعني ضروري تنقصوها الاقصى درجة باش ما يتحرقش معاكم وقدين نعطيكم طريقة بالمراحل باش ان شاء الله تنشح معاكم هذه الوصفة هاتي في المده ما يعني قصايا راسي ده كتشقا في المطبخ ما كاملاش ربع ساعة بسرعة كيوجد غير انفو كتسخن سميدة كتشوفوها كيطلع منها الباخار تبقى مستمرين في التحراك مره ما را كتحركوش وشوتوش غالتكم ولكن ما تغفلوش علي را بسرعة كيوجد ولكن باش تتعرفوه وجد ان السميدة كتولي مدهبة غيتولي السميدة مدهبة يعني راه الربع ديالكم راه وصل الدرجة ديال انه انشف مزيان يعني صافي ولا جاف كتبقى مستمرين هاكا في التحراك دبا نعطيكم طريقة اخرى من نسمى الناس اللي ما بغوش سميدة نهائية ينسقس ليهم الربع هي انا ما كتبقىش لسقاب ديالك الكيمية يعني هاي حبيبة تقلى اللي كيبقى ولسقين في الاخران وريكم طريقة يكفش كنت تخلصوا منها دبا انا غنستمر في التحراك فاش غاتولي تغير لون ديال السميدة غنوريه ليكم وهدي تكون ديك سالة يعني صافي سالة حمار ديالو كيما كتشوفو معي دبا صافي كيما كتلاحظو اسمي دولة مدهبة ما تخلي وهاش تحرقوا ما تخليو شربية ديالكم متعطل باش متتحرقش ليكم تبقى محافظة للون ديالو وكذلك محافظة للريحة ديالو دبا اتفيت النار غدي نخلي غريد فاش شوية وغادي ندوز ندير معكم ديال التحذير ديالو لاحظو معي يعني بسرعة ولكي تهرس ما شاء الله يعني بسرعة وجد صافي دابا بعد ما دفعلي شوية يعني عنحيدو دابا فوق النار باش ندوزو نغرب له يعني ما تحطلوش فوق النار بززاف وكذلك ما تخليوش هاكا نبقى دابا وليت كنهزو يعني كنهزو ما بقيتش كنحس بالحرق صافي اسمي دابا مبقيتش كتحرقني لاحظو معي تبغا نحيدو وغادي ندوز باش انني نكمل لها يعني طريقة ديالو ديال التحذير وما يلكتو كتهزوه كي حرقكو خليو خليو يزيد يكمل في المقلة وخطأ في النار يعني وخطأ في النار كان خليو في المقلة حتى سنحسو به صافي تقريبا برد صافي دابا بعد ما برد الربا ديالي شنو غاندير لاحظو ما يعني كانهزو ما شاء الله كانحس بيه كله وكي تقرمش بحال شكل ديال الزعتر دابا نسمعكم تقرمشة في احد المقطع دابا غادي ندوز غانجيبو احد صفايا موهيم تشو مغرب له وباش ما بغيتو دابا ما كي حرقني موالو هاد السميدة اللي كتشوفو غاني نتخلصو منه صافي دابا بعد ما بجمس هاد السفايا هادي غادي نغرب هاد السميدة غادي تهبط وغادي بقليه ارباب واحد طريقة اللي هي جميلة وغادي تهنوه طوالسانة بالاخاص اللي درسو كيميه كتيره لاحظو معي وانعطيكم يعني هو كيدر بزر ديالطرق موالكين الشمس كيتعطل هاد طريقة سهلة وسريعة وكيوجد في دقائق يعني السيدة بسرعة كتوجدو حدا هفر مطبخ لاحظو معي يعني بعد ما حكيتو شي شوية باش تهبط منو السميدة الى بغيتو هنتو ما يبقى لكم غلاد يعني قطعوه غلاد كيما بغتو السيدة وغيتو تحكوه قاعي ولي لكم بودر حكو هاد السميدة هادي ما غاديش نضيعوها نحتفضو بها نعودو تاني نحمرو فيها اربع اخر ومر اخر تاني يعني حتى تولي لنا كحلعات باش كلو حوها يعني حتى تتولي سابت التحرق كيما قتشفو معي هاده هو اربع دينا بعد ما غربيتو الناس اللي ما بغينش قاع نهائيا هاد السميدة هاده غان عطيكم الحل لاحظو معي سمعتكم ده بواحد المقطع يعني باش تسمعو تقرميشة ديانو ما شاء الله بالنسبة لهاد الربع هاده اشنو قديرو ممكن تحكوه وممكن كدلك انكم تخليوها كبعين بالنسبة الناس اللي ما بغوش نهائيا يديرو يجيبو المقلة ديالهم تقيلة غيجيبو بابي كويستان غيثر غيوزحو ربع ديالهم فاش يلا كيكون قطعو خدر ولكن خاصتكم هاده ما تغفلوش عليه نهائيا يتبقوا بحده كل مرة تحركوا كل مرة تحركوا باش انشف لكم ويتتحرقش هو اصلا را كيكون ناشفه احنا بغينها يتقرمشو لكن شوية كياخد الوقت ولكن بهالطريقة هاده دي السميدة راه ناجح مية في المياه لاحظو معي كنتمنى فعلي نفيدكم اللي بغت تحكو صاف وترجعوا يعني بحال لا حكيتوها كزاتر ممكن اللي بغت تخليها كواضح كتزينو بالاطباق ديالكم تديرو في جميع الوصفات اللي بريتونتو ما بيتديرو شو حشوات بسرعة بيتو تزينو بيه السامك بيتو تزينو بيه الاطباق ديالكم ديال مشويات اللي بغيتو اللي بغيتو مهم الاشياء اللي كتديرو في الفورن يعني اي حاجة كتبقى فيه رائحة جميلة وكذلك كيبقى محافظ على اللون ديالو بالنسبة لطريقة ديال احتفاث به شنو كنديرو كنجيبو قراءة زوجاجية مع قمال نشفة كنوضعو فيها بهد الشكل هادا حتي اللي بغيتو توضعو في شي قراءة اللي كتبقى بها كترشو بها غنوريكم كيفاش مهم كصافي تديرو كيميا كتيرة كتديرو كتحطوه في مكان مظلم جاف وبعيد على الرطوبة كيبقى معكم على طول السنة سيدا فش كتبقى يعني تهز كتبقى تزغيب واحد مع القناشفة وكتبقى ترجعو المكان ديالو وبالنسبة كدير كي لادر تشوف شي شي قرورة هكا اللي كتكون متقوبة كتكون تهياء محكمة الاغلاق فش كتبقى تستعملو را كترشو إلا كنتو حاكينو كترشو هكا في الاطباق ديالكن كييجيكم بسهل وسريع بحال و بحال جميع التوابي اللي كتكون عندكم في المطبخ كنتمنى فعلا هادو الصفاء هادو الفكرة السهلة انها هادو الإيجاد ديالكن بازا ان شاء الله تشوفوا معي بعض الحيال في اخر ويديو ما تشوفين لاحظوا معي يعني هكا تتقوتر شو الاطباق ديالكن يعني كيجي رائع هادو هادو الربع هادو هادو الوصفة هادو كيما كانو كيديرو الام هادو ديالنا زمان انهم كل شي كانو كيجفوه و كيحسافضو به على طول السنة كتبنا تجربوها و تردو ليا ورانا ديجة تقسمت لكم بزاف ديالافكار للشهر الكريم ديب غادي ندوزو باش اننا نتعرفو على الفكرة ديالنا او الفكرة الموالية قبل ما غادي ندوزو نتعرفو عليها لاحظو بيتنقربو لكم و بيتشوفو اللون ديالو يعني راكي يكون ما شاء الله خضر رغيم عادو تي عاكس يعني و ما هو راكي يبقى محافظة اللون ديالو بالنسبة الناس اللي سولوني على الانواع جيدة ديال بابتك ويستون هادو هادو نستعمل ما يحرقوه ما يلسقو لف المجمد و لف الطيب كنتمنى تكون السورة واضحة باندوزو الفكرة الاخيرة بالنسبة الفكرة الاخيرة كيفش نحسرفو اهلا الفلفل حار المدة اطوال يعني كي ما كشعرفو لاجبناها بكيميا كثيرة بسرعة كيفسد عندي لكم جوش ديالطرق انا عطاوهم لكم محدة شفوية و محدة بتطبيق بالنسبة لطريقة اللي اللي بشو تديرو فتلاجة تنشفوه مزين وعاد باشا ديرو شو علبة او بلاستيكة كي يبقى معاكم يعني مودة طويلة او رخص وينشوف ويكون هكا ملوي في هدك الورق ديال المطبخ بسبب الفكرة ديال المجمد انا انا كان اخدوه كان نشفوه جيدا و كانديرو في شي قرورة هكا او الا شي علبة زجاجية او كان وزعوه تجمد حبا علاق ساعد كنجمعوه في شي بشي سوبيرة او بلاستيكة فاش ما بغيتون شوما او لغيب هالطريقة هذي كيبقى معاكم مدة طويلة فين ما بغيتوا شي شي يزود هكا كيززوه ما كيدعم ما كيخسر مباشرة من هنا للتعجين ولا من هنا للتنجرة ديالكم فين ما بيش اسودعه كنتمنى فعلان تستفدوا من هالفكرة هذي وهناك يكون الفيديو ديالنا سالة كنتمنى هالحصة تكون خيفة طريفة على قلوبكم تكونوا استفدوا ولو القليل وكان شكركم زبزفة للمتابعة ما تنسونيش باللايك تبارتاجي فيديو كما الاهل والحباب ديكم اشفائي تسعى منتظروا الجديد ديالي والى حصة قادمة ان شاء الله مع السلامة